حبدأ معدلاتكم بخبر مش متعودين ان احنا نبدأ بيه ولكن هنبدأ بيه النهاردة عشان لعل البعض من الناس تتعلم النهاردة حقق فريق الناشئين للنادي الاهلي الفوز على الزمالك 3-2 في قمة دوق دوري الجمهورية موليد 2008 خبر عادي خبر بيقول ان فريق النادي الاهلي واحد من افضل الفرق اللي موجودة واحد من افضل قطاعات الناشئين اللي موجودة حقق الفوز على نادي الزمالك تاني او تالت واحد من افضل القطاعات الناشئين اللي موجودة والكلام ده كله معروف ان الدربي اهلي وزمالك معروف ان كذا وكذا ولكن خبر حبيت ابدأ بيه لانه في مراحل الناشئين من وجهة نظري الأهم من الفوز إنك تأسس لاعب كويس ذو أخلاق جيدة تفرح أنت لما تكسب الزمالك طبعا لازم تفرح لما تكسب الزمالك لأنه نادي الزمالك نادي كبير وله جماهيرية ولكن في نفس الوقت نادي الأهلي هو نادي الأفضل هو نادي يعني طبعا عايز أكسب ولازم أكسب وكل حاجة ولكن ده لا يمنع أننا كفريق عندي فريق جيد جدا 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 وعندي مجموعة من اللاعبين تكسب واحد واثنين وثلاث الفوز في مراحل ناشئيين مش مستاهل إن أنت من وجهة نظرنا يعني مش مستاهلين إنه هنعمله هذه الفرحة وكأنه الانتصار الأهم في تاريخ اللعبة لأنه لن يكون ولا عمره كان ولا سيكون الانتصار الأهم في تاريخ اللعبة ولا الخسارة بالمناسبة هتكون نهاية العالم النتيجة الأهم من وجهة نظرنا إنك تؤسس للعيب كويس عنده أخلاق بيعرف يكسب إزاي ويتعامل مع مكسبه إزاي ويتعامل مع الفوز إزاي سواء مع نادي الزمالك أو مع غير نادي الزمالك لازم تخلق لعيب كويس مستعد للتواجد في الفريق الأول والمنتخبات الوطنية المنتخبات الوطنية قبل الفريق الأول هو ده الأهم هو ده دايماً اللي احنا بندور عليه فلعبت النادي الأهلي 2008 كسبو 3-2 في مباراة كانت حلوة وبالمناسبة الزمالك قدى بشكل مش وحش بشكل جيد ولكن النادي الأهلي هو الأفضل في قطاع الناشئين في كل المراحل السنية بالمناسبة حتى المرحلة اللي احنا اتغلبنا فيها 2003 حصل فيها هذا الكلام أنا معرفش هالي القنوات اللي كانت بتنقل مطشة 2003 نقلت هذه المباراة ولا لا ما عنديش فكرة الحقيقة هي اتنقلت ولا لا هي اتنقلت طبعاً على شاشة قناة النادي الأهلي وتشاء الله اللي جاي يبقى أفضل ودايماً يبقى أحسن وأحسن وأحسن لأننا في النهاية بنسعى زي ما قلت لحضراتكم لتكوين مجموعة من اللاعبين مشان اللي بسعى ولكن قطاع الناشئين في النادي الأهلي أول مفروض يكون دور قطاع الناشئين في أي نادي كبير أنه هو يسعى دائماً لتطوير هؤلاء اللاعبين عشان يستفيدوا منه منتخابات الوطنية والفريق الأول مش عشان أعود أطبل وعمل وعمل والهزار والدق لا يفرح ويتبسط وكل حاجة انت اكسبت نادي كبير نادي الزمالك ولكن مش بالشكل ده ويجب أن تكون القنوات المحايدة محايدة في كل شيء ويجب أن تكون القنوات المحايدة محايدة أيضاً فيما يخص الأهلي وفيما يخص أي نادي آخر وده اللي نتمنى خلال الفترة القادمة لأنه الحقيقة الأمور ماشية بشكل جيد جداً جداً وبمنتهى الود وبمنتهى الروح الرياضية ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك فمش عايزين حد يسعى أن هو يلعب في هذه المنطقة زي وزي بقية الناس المهرج واللي بيتحك واللي مسخناتي واللي هم المحللين اللي حضراتكم أو الناس اللي بتتكلم اللي حضراتكم عارفينهم وكل مصر عارفهم وعارفين أن هم بيتكلموا زي هم أصبحوا أربعة أو خمسة بيتعدوا على صوابع الإيد الوحدة وبالتالي كل الأمور ماشية بشكل جيد حبيت بس أن أنا أوريح حضراتكم أن احنا سهل جداً أن احنا نمسك الموضوع ده ممكن نمسك في القصة دي من أول الحلقة الأخيرة واصل اللي عيب رقم 12 عمل واللي عيب رقم 10 خلى واللي عيب رقم 10 سوى ومش عارف مين عمل إيه ومين رفع دور ومين عمل كذا ممكن نعود أمسك المطش ده من دلوقتي للحلقة للساعة 12 بالليل الحلقة الساعتين اللي أنا هعود فيه ولكن احنا بنعملش كده ولا حنعمل كده لأنه عندنا برنامج متخصص في الناشئين بيقولي الكلام اللي فيه ما يخص الناشئين هو ده الأهم بالنسبة لنا أن يكون أو بالنسبة دائماً للنادي الأهلي أن يكون هناك لاعب بقيمة فنية جيدة وبقيمة أخلاقية جيدة